الكشف عن الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية وعقوبات رادعة تنتظر مالك العقار وتطورات جديدة حول عدد الضحايا والمصابين مشاهدين مازال الجميع يتابع تطورات حادث انهيار برج الإسكندرية المكون من 13 طابق فمن المتورط الحقيقي بهذا الحادث الكارثي وما التفاصيل التي كشفها أهالي المنطقة تساؤلات كثيرة نجيب عنها من خلال تغضياتنا كما سنكشف عن قرارات النيابة الأخيرة حول هذه الواقعة المؤلمة صباح أمس انهارت أجزاء من عقار مكون من 13 طابقا ومأهول بسكان بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شارق الإسكندرية وانتقلت جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بمحافظة الإسكندرية لموقع العقار المنهار لتعامل مع تابعات الحادث على أرض الواقع وتبين من الفحص انهيار عقار مكون من أرض و13 طابقا لحدوث انشطار رأسي نصفي به وأن العقار يضم 6 طوابق مقيمين بإجمال 16 أسرة والباقي مستأجرين وتم فرد كردون أمني ويجرى رفع الأنقاض منذ الساعة التاسعة والنصف صباح أمس وانتشلت قوات الحماية المدنية مساء أمس أول الضحايا وهي لشاب يبلغ من العمر 22 عاما وفي الساعات الأولى من صباح اليوم تم انتشال ثاني الضحايا بعد أكثر من 12 ساعة من البحث وتبين أن الجثة لرجل يدعى عبدالله يوسف محفوظ وجرى نقل جثتي للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وبعد ذلك عفوا تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة ثالثة كما أصيب أربعة أشخاص بينهم أحد أفراد الأتقم الطبية من المصعفين أثناء أداء عمله بالعقارة المنهار ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى ثلاث جثة وأربعة مصابين حتى الآن ولتزال الحماية المدنية تبحث عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهارة وقد ألقت قوات الشرطة القبض على المقاول المسؤول عن أعمال التعالية بالعقارة بعد أن توصلت التحريات قيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير رغم صدور قرار بإزالته وكشف شهود عيان عن الأسباب الحقيقية لانهيار العقارة حيث أكدوا وجود مخالفات في أعمال البناء بالطابق الأرضي والطابق الأخير وقال أحد شهود العيان أن واحد من السكان قام بتكسير بعض الأعمدة أسفل العقار بينما قام آخر ببناء الطابق الأخير مرة أخرى عقب إزالته وفقا لقرار الحي وهناك شكاوى كثيرة تقدم بها بعض السكان إلى الحي للمعينة حول الأعمال المخالفة داخل العقار لكن لم يحرك أحد ساكنا حول تلك المخالفات وقد قررت النيابة حبس مالك العقار والمقاول المسؤول عن أعمال تعالية الطابق الأخير الرابع عشر أربعة أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهما ثلاث تهم وهي القتل القطأ والإصابة القطأ والبناء بدون ترخيص وينتظرهما عقوبات رادعة حيث نص القانون على عقوبات لمثل تلك الحالات ووفقا لقانون البناء يعاقب كل من لم ينفذ قرار ترميم وتنكيس المنزل بالحبس المدة لتزديد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هتين العقوبتين كل من يخالف تلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ست شهور والغرامة المشار إليها إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبنى ونذكر حضرتكم سريعا بالواقعة التي بدأت أمس عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار مكون من 13 طابقا شرق المحافظة وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ برفقة سيارات الإسعاف كما تابع اللواء محمد الشريف المحافظة الإسكندرية عن قرب موقع عقار خليل حمادة المنهار وسط تواجد كل الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية مع الاستعانة بمعدات الهيئة الهندسية وقال محافظة الإسكندرية أن هذا العقار المنهار تم إنشاؤه منذ السبعينات وصدر له قرار إزالة وتمت إزالة الدور الرابع عشر بالفعل لأنه كان دورا مخالفا وعم تفاصيل انهيار المبنى فقد قال المحافظ أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا حدث إنشتار رأسي نصفه سقط أرضا والنصف الآخر ما زال سابتا كما أوضح أن الدور الواحد في العقار مكون من خمسة شقق وكانت تستخدم للإيجار في المصائف وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عنه والمصطفين خرجوا من النصف السليم من العقار وعكد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدقل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة وأيضا التضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار وأشار إلى أنه تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرى وكلف بتشكيل لجنة من المنشآت الأيلة للسقوط بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار ومعينة سلامة المنشآت المجاورة وأكد أنه حتى الآن جاري الإسراع في أعمال رفع الأنقاض بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية وتم فرض كاردون أمني حول محيط العقار لإبعاد المرة عن موقع الحدث ومن ناحية أخرى وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزارة دفعت بإثنتين سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم رفع حالة التأهف في مرفق إسعاف الإسكندرية فحسوا للتعامل مع أي إصابات محتملة وأشار إلى أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث متأهبة للتعامل مع أي إصابات ويجرى حصر أعداد المصابين جراء الحادث ومن جانبه أمر المستشار حمد الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة انهيار العقار وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مصرح الحادث لمعاينته وقد كلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسؤولي الحي بإتقاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة وتم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعينة اللازمة للعقار وفحص ملفه بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولا لبيان سبب الحادث وجاري استكمال إجراءات التحقيق أعزائنا مشاهدين إلى هنا تكون انتهت تقضيتنا وسنتابع مع حضرتكم بالتأكيد كل جديد يخص الواقعة نشبر حضرتكم على حسن المتابعة وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زروا موقعنا موقع صدى البلد الإغباري وأشكر حضرتكم وإلى اللقاء